كان هناك بعض الأدباء والكتاب الكبار من دوي الإعاقة ولكنهم استطاعوا تحدي إعاقتهم وحفروا أسماءهم على صخرة المبدعين وأبدعوا في مسيرتهم من بين أبرز الأدباء العرب نتابع إمام الشعراء المؤلدين بشار بن بردا ولد كفيف البصر عام 96 هجرية وعاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية عرف عنه قوة وغزارة شعره الشعر والفيلسوف والأديب ومنعظماء ومشاهير العصر العباسي طبعا أبو العلاء المعر الذي بلد وتوفي في المعرّة النعمان بالشمال السوري فقد بصره في الرابعة من عمره نتيجة لمرض جدري الجدري عفوا ولقب وقتها برهين المحبسين أي محبس العمى ومحبس البيت وذلك لأنه اعتزل الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته من بين الأدباء الكبار الذين عانوا من الإعاقات المختلفة نجد الكاتب المصري من أصل سوري مصطفى صادق الرافعي الذي لقب بمعجزة الأدب العربي ولد عام 1880 ميلادية وأصيب بمرض التفويذ وهو في المرحلة الابتدائية مما أفقده سماعه لكن أثر أعماله لا تزال حاضرة حتى الآن ومن من مشاهدين لا يعرف عميد الأدب العربي طاه حسين إنه من أبرز الأسماء في قائمة عظماء ومشاهير تحدوا إعاقاتهم عفوا وكتبوا أسماءهم في صفحة التاريخ ولد عام 1998 ميلادية أصيب في الرابعة من عمره بالرمد مما أدى إلى إصابته بالعمى درس بالأزهر الشريف وانتقل إلى جامعة المصرية وبعدها درس في جامعة مومبليا بفرنسا ويعد أحد أبرز رواد الأدب العربي أرابي ترجمة نانسي قنقر